كما تلاحظوا أعطاكم مخاطط شامل فيها ربا شغلات أستاذ كيف هنا من هذا المخاطط الشامل إذن أول حاجة نبدأ بالمثمن إنتاج العادي بما أنه مستطيلات الحالة هذه كامل مرقمة هنا مثمن إنتاج العادي سيساعدني بزيب كما تلاحظوا شغولة واحد هي شغولة تشكيل وبعدما تقرر دفتها الشرور إذن وش هو اسم الناشاطية تكتب اسم ناشاطية بصيغة الأمة إذن هنا وش نقوله شكل صفة المصفة أشغولة التشكيل من بعدها وش تلاحظوا في بعض الأشغولة وش هي قابلية القابلية لنهاية التشكيل إذن هنا وش نكتب أجمعها نكتب نهاية التشكيل هنا كملت مستطيل أول رحوا للمستطيل الثاني كما كنت لاحظوا مستطيل الثاني مكتوب عليه أشغولة النقل إذا هنا في الثاني وش نكتب؟ أكتب أنقل المصفوفة بعد ما تقرر دفتار الشروط وهذه الأشغولة الثانية عندها القابلية تعنيها اللي هي نهاية النقل إذا هنا وش نكتبه نهاية النقل وزيدوا رحوا للمستطيل الحالة الثالث في المستطيل الحالة الثالث أشغول الموجودة فيه هي التقديم إذا هنا وش نكتبه قديم المصفوفة على القطاع وهناي القابلية عن نهاية التقديم إذن هنا وش نكتب جماعة؟ هنا وش نكتب نهاية التقديم وآخر الأشغلة كما كنتم تلاحظون جماعة أربعة الجماعة الأشغلات اللي تلقوا فيها خطين متوازين هما المستطيلات الحال آخر الأشغلة وش هي؟ هي معالجة والإخلاء إذن في المستطيل الحال أربعة وش نكتبه؟ عالج وأخلي المصفوفة وهناي يكملنا في تسمية مستطيلات الحالة ثاني حاجة جماعة لو كان مثلا ما زال ماقرتوش متمن إنتاج العادي فهذه الحالوين تلجئو تلجئو المخاطط الشامل وتلقيوون أنه يسمي لك أشغلة واحد اللي هي تشكيل أشغلات لها المقاطع وشغلات ثالث هذه التقديم وأشغلات الرابعة اللي هي معالجة والإخلاء كما كما تلاحظوا الأشغلة والأول وش هي تشكيل ومصفوفة أشغلات تن نقل مصفوفة أشغلات三ة تقديم المصفوفة وأشغلات ربعة معالجة مصفوفة وإخلاقها هنا لن يميد لك 8 إنتاج العادي بعدها جمعها وش نديره؟ ركزوا مع الملح بعدها وش لازم نعرف معطيات الدخول ومعطيات الخروج معطيات الدخول معناتها المادة الأولية كيف نجيب معطيات خرج ومعطيات الدخول للمخططة الشامل كما جمعكم تلاحظوا معطيات الخرج وش هي مصفوفة قطع معدنية معالجة يعني آخر أشغال وش هي ربعة إذا لمعطيات الخرج هنا وش نكتبو؟ نكتبو مصفوفة قطع معدنية معالجة هنا عرفت معطيات الخرج وش بقنا يجمعها بقنا معطيات الدخول يعني وش هي المادة الأولية تع المستطيلة رقم واحد وش هي المادة الأولية تع المستطيلة رقم أربعة إذن كنرحوا هنا يجمعوا وش نجيبو؟ مواد الأولية هي قطع معدنية إذن في الأولى شكل صف مصفوفة وش هي المادة الأولية تحتها؟ هي قطع معدنية أما شغولها رقم أربعة المعطيات الدخول تحتها ولا مادة الأولية هي سائل معالجة إذن هنوش نكتب سائل معالجة قادر واحد يسألني سؤال أستاذ لو كان نعكس سمو أستاذ كيف عرفت هنا هذي سائل معالجة وهنا قطاع معدنية في هذه الحالة لو كانت تتلف لك المادة الأولية وانت لجأ لدفتر الشورط كما كم تلاحظوا نقرأ لدفتر الشورط وش قالكم تأتي القطاع تباعا بواسطة بسط واحد لتشكيل صف من خمسة قطع إذن هنوش هي شغلة تشكيل وش هي المادة الأولية تحها هي القطاع معدنية إذن هنوش نكتبه قطع معدنية أما شغلة نكتبها بهذا الشكل أما شغلة لي بعدها توضيحات حول عملية المعالجة والإخلاء وشغلة المعالجة والإخلاء وش قالكم ثم رش المصفوفة باش حرشوها حرشوها بسائل معالج القطع بسائل لمدة عشر ثواني إذن معطية الدخول هنا وش هو سائل معالجة هنا لو كانت تتلف لكم في المادة الأولية تخافوا تعكسهم رحوا دفتر الشورط هنوش كمنا معطيات الدخول ومعطيات الخلج وش بقنا معطيات الدعم ومعطيات المراقبة جماع معطيات الدعم والمراقبة لازم نجيبو جدول الأختيات هين نبدأ في أشغلها رقم واحد إذن لازمنا نعرفو وش هي هي والأوش هي والأوش هي والس هي وش هي وش هي هي الطاقة الكهربية مع الهوائي كتعد عندك الهواء وكهرباء مع بعض سميهم W كتعد طاقة كهربية سميها Ö Ö كتعد طاقة الهوائي سميها Ö B تعليمات الاستغلاء الصغلات كاملة عندهم تعليمات الاستغلاء الأر هي الضبط شمعتها الضبط أجمع أي حاجة تحتاج الضبط أو تعديل بالصيفة عامة مثلا زمان تأجيل يحتاج الضبط مثلا العدد يحتاج الضبط مثلا كميات تحتاج الضبط بصيفة عامة نقضي نسميها أر وإذا حللناها وش نديره نقوله زمان تأجيل ندير واحده لعدد واحده إلى آخر كما هنا عطاننا أر الضبط وصيفة عامة وش هي الإعدادات لسي وكتان نحتاجها هنا نحتاجه سي نشاهدها هجمعة نحن ننقابل كذلك نحتاجها ثاني حاجة وش لازمنا نجيب وجدو الأختيارات كما نبدأ بتشكيل مصففة نشوف الجزء الخاص بالتشكيل كما تلاحظوا هجمعة في جزء التشكيل من الذي يقوم بالعمل اللي هو محرك M1 والرافعة A مدى ما أعطى لك حتى حاجة أعطى لك كامل نقاط أكتب هنا نظام آلي للتشكيل بعد ما كملت معطيات الدعم أذهب إلى المعطيات المورقبة هذه المعطيات المورقبة يركز معامله المحرك M1 محرك لا تزامن وش يحتاجه يحتاج طاقة كهربائية ورافعة مزدوش مفعول تحتاج الهواء إذا لازمنا نحتاجه W بصفة عامة إذا وش نكتبه نكتبه W ثاني حاجة أي مستطل حاله وش يحتاجه يحتاج تعليماته الاستغلال إذا ثاني وش نكتبه وثالثة وش قالنا نجمعه قالنا هذا التركيب وش يحتاج يحتاج خلية كهربائية هذي خلية كهربائية اللي يكشف عن مورور للصف معناتها رح نعده الخلايا معناتها علاه درنا خلية كهربائية معناتها رح نحتاجه وعدد إذا هنا تقدر تكتب صحيحة ولا تكتب بصفة عامة اللي هي الضبط إذا هنا وش نكتبه بلا فلسفة نكتبه ولا تقدر تكتبه نجمعه وش كملنا مستطيل الحالة الأول هاي روح المستطيل الحالة رقم 2 هاي يجمع روح المستطيل الحالة رقم 2 ونجيبه جدول اختيار اللي هو النقل إذا شكو يقوم بهذا العمل إذا ناكم تلاحظه باللي محرك M2 ومحرك M3 والكهروميغناطيس وم تقدر تكتبهم M2 وM3 ولا بدون فلسفة وش تكتب تكتب نظام نقل مصفوفات من بعد وش بقعتنا معطيات المراقبة هاي يجمع رقم 2 المحركات وش تحتاج طاقة كهربائية هنا مكاشر الرافعة إذا وش نحتاج طاقة كهربائية فقط إذا هنا يجمعه ما نكتبوش W بصفة عامة نكتبو طاقة كهربائية يتكتبوها طاقة كافية يتكتبها نزيدو الثاني حاجة أي مستطيل الحالة يحتاج تعليمات الاستغلال والثالث حاجة يجمعه كما كم تلاحظوا لو كان رحوا هنا وش نلقوا بصفة عامة تقدروا تكتبو اللي حابي يكتبو واحدة ثانية راهو صحيح إذا وش نكتب هنا نكتب اي بصفة عامة وهنا كملت مستطيل الحالة تعم صفوفة وهنا كملت مستطيل الحالة لشغولة النقل مصفوفة هاي يجمع روحوا مستطيل الحالة رقم 3 اللي واقدم المصفوفة بهنم لو هذا لازم نجيبو الجزء الخاص بشغولة التقديم إذا من الذي يقوم بهذا العمل رافعة بي ولا بدون فلسفة وش تكتبو نظام آلي لتقديم المصفوفات بهذا الشكل وش بقى نجمع بقاونا معطيات المراقبات على أشغولات الثلاثة كما كنتلاحظوا بما أنه رافعة موزدوج مفع رافعة تحتاج الطاقة الكهربائية وتحتاج الطاقة الهوائية إذا هنوش نكتبو بصفة عامة زيدوا اي أشغولة تحتاج تعليمات الاستغلاء نكتبو هنا او وكان ملاحظة الثلاثة جماعة ركزوا معا يمليح اللي هي السي هنا سي موجودة لماذا ركزوا معا يمليح لأنه في الأقراء هنا دارت التحكم في أشغولة تقديم المصفوفة باستعمال ميكرو مراقب إذا هذي الأشغولة ثلاثة رح نجسدها بالميكرو مراقب والميكرو مراقب يحتاج الإعدادات يحتاج الإعدادات أي حاجة جسدها بالميكرو مراقب يحتاج برمجة ولا بلا بي مبرمج الآلي يحتاج للسي إذا هنوش نكتبو هنا تكتبو معانتها طاقة كهربائية وهنا تكتبو معانتها طاقة هوي أنا مادم سميتها بصفة AMAW ومعانتها لا أحتاج السهمة رقم 4 وهنا يجمع زيناء كملت مستطيل حالة رقم 3 هاي رحو الأخر مستطيل حالة اللي هو مستطيل حالة 4 بهنا عرفوا معطية الدعم رحو نجيبو جدول اختيارات في الجدول اختيارات المعالجة والإخلاج كون يقوم بهذا العمل محرك AMA4 والدي والسي تقدر تكتبو هنا بدون فلسفة نظام آلي لمعالجة وإخلاء المصف وآخر حاجة بقاطن معطيات المرقبة كما كنت لاحظون عندي محركات وروفع نحتاج الطاقة كهربائية والهوائية بصفة عامة وسمينها W ثاني حاجة بما أن ثاني حاجة أي مستطيل حالة لازم نجيبو تعليمات الاستغلال وثالث حاجة جمعة كما كنت لاحظون هنا كين زمن تأجيل T3 تقدر تكتبو هنا T3 ولا تكتبو بصفة عامة وهنا يجمعها كملنا مخطط تنازلي بكل بساطة هنا يجمعها كين احتمال ثاني وشي هو يعطي لك مخطط تنازلي مما يعطي لك ترقيم تعال مستطيلة الحالة شكونية واحد شكونية ثنية شكونية ثلاثة كما كنت مثلا واضح ترقيم بسألك يعطي لك مركب مدقتش تعرف في هذه الحالة وش دير جمعة إذن في هذه الحالة يجمعها كيف نحل مشكلتي اول حاجة اروحوا المخطط الشامل ونشوفوا وش هي المادة الخروج والله معطيت الخروج كما كنت لاحظوا مصففة القطع المعدنية معالجة ونلقى مصففة القطع المعدنية معالجة معانتها هذه هي اخر اشغلة اذا ما معناته اخر اشغلة وش هي عالج واخلي مصففة وهذه الاشغلة قدها رقمتها اجمعها رقمتها ربعة شوفها في المتمن انتاج العادي من بعدها بعد ما عرفت هذه البلية ربعة من بعدها السهلين وش نديرو نجيبوا متمن انتاج العادي نشوفوا معانتها بما ان هذه ربعة معانت هذه ثالثة وهذه اثنين وهذه واحد اذا لو ش هي تشكيل ونكتب عليها رقم واحد الثاني وهي هي نقل اذا نكتب انقل مصفة ونكتب عليها رقم اثنين والثلاثة اللي يجي بعدها شكون اللي هي تقديم اذا نكتبوا تقديم ورقم ثلاثة ومعا بعدها تكملوا بقية الامة بنفسها طريقة كما شفناها في البداية بهذا الشكل وهنا جماعة زينا كملنا سؤال رقم واحد نتمنى ان وصلتكم فكرة وما زيدوش تلقاوا اشكالية في المخططة التنازل